كما شدد رئيس السيسي على إدانة مصر لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين وهكد رئيس السيسي على عدم قبول سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري لافتاً إلى عدم إمكانية تبرير تلك السياسات بالدفاع عن النفس إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوة أخرى وينبغي وقفها على الفور